ابتلع الفساد في العراق المليارات حتى بات المواطن يأن تحت وطأته فالفقر وصل ذروته والبطالة بلغت مستويات متفاقمة قدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد فقط هذا العام بنحو 23% في بلد يصل حجم الاحتياطات النفطية فيه إلى نحو 112 مليار برميل الفساد كان العنوان الأبرز الذي أخرج العراقيين إلى الشوارع حالمين بتغيير واقعهم والعيش بحرية في بلدهم ومع بدء الاحتجاجات أصدرت الحكومة أوامر إلى هيئة النزاهة لمتابعة قضايا الفساد وإلقاء القبض على المتورطين فيه ومن أبرز هذه القضايا في الفترة من 23 من تشرين أول إلى 18 من تشرين الثاني الحكم بالسجن سبع سنوات لمدير عقارات صلاح الدين السابق والحجز على أمواله لإضراره بالمال العام ضبط مسؤولين في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية لتلاعبهم بقوائم تشغيل الأجراء اليوميين ضبط الممثل القانوني لمديرية بلدية كاركوك متلبسا بالرشوة 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر بالمال العام أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الحاليين والسابقين استقدام محافظ واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين وستة مدراء عامين ووكيل وزير واحد توقيف محافظ ديواني السابق بتهمة هدر أكثر من ملياري دينار أمر استقدام بحق وزير النقل ومحافظ البصر السابقين لارتكابهما مخالفات استقدام رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف السابق بتهمة الإضرار بالمال العام السجن سبع سنوات لمدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد لإهداره 13 مليار دينار استقدام رئيس ديوان الوقف الشيعي والمدير العام للدائرة الهندسية السابقين على خلفية إحالتهما مشاريع بأعلى من الكلفة أمر قبض وتفتيش بحق المفتش العام السابق للصحة بالأنبار وزوجتيه وفقا لأحكام قانوني غسير الأموال وتمويل الإرهاب أمر قبض وتحر بحق المدير العام لصحة الأنبار السابق لاختلاسه نحو مليار دينار استقدام النائب الأول لمحافظ المثنى وفقا لأحكام المادة 318 ابتزاز منع سفر محافظ بابل الحال لشبهات فساد بمشاريع أعمار بلديات المحافظة استقدام محافظ بابل السابق عن قضية إلزام دائرة صحة بابل بالطباعة بمطبعة غير موجودة استقدام رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق بعدد من أعضاء المجلس السابقين الحكم على عضو مجلس نواب السابق زينب السهلان لمخالفتها كشف الذمة المالية السجن سبع سنوات لمدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب السابق الهارب لإضراره بالمال العام استمرار التحقيق في قضية يون اويل وإحالة المقصرين للقضاء استقدام رئيس مجلس محافظة ديالا ونائبيه وأعضاء المجلس على خلفية صرف مبالغ خلافا للضوابط استقدام محافظين والسابق لتجاوزه على أبواب الصرف للصلاحيات الممنوحة استقدام أعضاء بمجلس النواب الحالي لقيامهم بتسلم مبلغ 450 مليون دينار من محافظ نينوى ضبط العقل المدبر لعملية التزوير في دائرة تقاعد الديوانية استقدام ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحالي لمخالفتهم القانون استقدام رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي لارتكابه مخالفات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة مسؤولين في وزارة الإعمار والإسكان عن تهم عدم تنفيذ عقود خاصة بالتصميم الأساس لمدينة النجف استقدام مدير عام صحة ميسان لمخالفات في عقد تجهيز الوجبات الغذائية للمستشفيات الحكم سبع سنوات على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية على خلفية تهم فساد وهدر للمال العام توقيف عضو بمجلس محافظة بابل واستقدام مفتش عام سابق لمخالفات وهدر للمال استقدام نائب لصرفه عشرة مليارات دينار فترة توليه منصب محافظ صلاح الدين استقدام وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق وقائم مقام قضاء سامراء لاستيلائهما على واحد وستين مليون دينار مخصصة للتعويضات استقدام رئيس مجلس محافظة النجف الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ وعضو سابق لمنحهم إجازة استثمار لإنشاء مطار النجف الدولي خلافا للقانون استقدام معاون محافظ ذيقار ورئيس دائرة المهندس المقيم لتسببهم بهدر المال العام بمليار دينار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية لهدره المال العام استقدام عضو بمجلس النواب لإصداره أكثر من ستين عقداً وهمياً فترة تتوله رئاسة مجلس نينوى أمر قبض ومنع السفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بحق النائب طلال الزوبعي الفساد أهدر بحسب أرقام رسمية أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاماً والحكومة بحسب محللين اتخذت بصدده مجموعة من القرارات كان من أبرزها إحالة ألف موظف إلى القضاء وحل مكاتب المفتشين العموميين إلا أنها تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من حيتانه